لماذا؟ لأنه من 92 سنة قامت رائضة عظيمة هي هودا شعراوي بخلع كان ساعتها البرقع سنة 1923 وهي عائدة من مؤتمر نسائي في إيطاليا هي والسكرتيري بتاعتها اسمها سيزا نبراوي وكان لهذه الحادثة وقع الزلزال في المجتمع المصري فأنت عايز تعمل زلزال مماثل يعني مش زلزال يعني لا لأن أصلا أنا مهتم بالجانب العملي في الدعوة لأن أنا شاهدت الحقيقة المناقشات الكثيرة فأنا عايز أبدأ من حيث انتهيت لا أنا حكالي حقول لحضرتك الكلام ما قلتوش خالص قبل كده خالص لأن الدعوة شوهت تماما أنا حشرح لكن لو حضرتك عايز تكلم في الجانب العملي أنا يعني اقترحت الأسبوع الأول من شهر مايو لأن لو ما اقترحتش حاجة أقول أنت بتتكلم في المطلق فإنما ده اقتراح أنا رجل فكر وصاحب قلم أنا لست ناشطا سياسيا ولا رجل سياسة ولا عمري في حياتي كنت أعود في حزب من الأحزاب من أيام جمال عبد الناصر إلى الآن فأنا باقترح فكرة أنا رجل فكر أما تنفذها أنا بقول نتواصل وفي ناس ردوا علي على أساس أن أنا بشجع الفكر لكن أنا مش هنزل في مظاهرة واهتف وارفعوني بس أنت تداعي لها يعني أنت تداعي لها وأنت الذي يجب أن تبحث عن ترخيص لها وتصريح لها لا لا أنا معتقدش أن أنا حبحث عن ترخيص لها في محامين اتصلوا بي على فكرة في أكتر من محامي بقى تقولي في ردود أفعال كثيرة جدا أقول لحضرتك عليها في كلمتين لكن أنا الناحية العملية أنا مش هاخدها أنا أنا مجرد بطرح فكرة ليه طرحت هذه الفكرة وإيه لو حدديني حددك فرصة أن أنا أقول آآ آآ تفضل أقول دلوقتي آآ تفضل الحقيقة يعني بس عشان أقول أنا لما أطلقت هذه الفكرة لم يكن يدور في خاطره ولا في خياله أنها هتلقى هذا الصدى معقول عشان أخالح ده أنت عارف أنه قضية الحجاب تحت ده أنت يمكن أن يمكن أن تنتقد أشياء كثيرة وتعدي بس أنت عارف أنه قضية الحجاب تحديدا ده حتى في التقرير ده أنا فاكر الأزمة بتاعة الوزير الصابق فروق حسني يعني كانت أزمة عصفة لحد أنه بعض رجال السلطة بدأوا يدعوا الفضيلة وقالوا ده إحنا زوجاتنا محجبات زي السيد كمال الشازلي والدكتور زكري عزمي ودخلوا معاه في مواجهة بالضبط مدعو الفضيلة برضو موجودين دلوقتي الحمد لله يعني بل كتره يعني فهو الفكرة بتاعتي أنا بقول لحضرتك لا لم أكن أتخيل أنا عارف أن أنا لمست طبعا بس مكنش أتخيل أنه حتلقى هذا الصدى الرهيب وتصبح حديث الناس بهذه الصورة بس أنا سعيد لهذا وتعليلي أو تفسيري نقطتين الأولى إن أنا عبرت دون أن أدري عن مصر الصامتة مصر التي ظلت أربعين عاما صامتة ورأيها مقموع ومقهور ويمارس عليها إرهاب وتخويف وترويع وقمع وقهر من بعض الرجال الذين رفعوا لواء الدين ويتحدثون دائما ببسيقة قال الله وقال الرسول فيصدقهم الناس فاللي حصل والأصوات الأخرى كانت مقموعة أنا لا أدعي يعني بس أنا كتبت أحد المقالات منع اسمه إلى متى نسكت سنة 1994 1994؟ 1994؟ ده منع في الأهرام؟ منع في الأهرام ولما تكلم تسأل مدير تحرير الأهرام قال لي عرض على جميع أفراد الدسك المركزي وكلهم بالإجماع رفضوا هذا المقال ليه كنت بتدعو فيه نفس الدعوة؟ لا 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 خالص أنا كنت بكتب عن الدكتور نصر حامد أبو زيد صدر قرار أو صدر حكم بتطليقه من زوجته فكنت بقول يعني أنا شايف إن هذا الطيار دلوقتي أصبح مهيمنة خطيرة جدا جدا فإحنا إلى متى نسكت إلى أن نرتدي البرقع جميعا رجالا ونساء هذا المقال منع للأسف الشديد وكل من حاول إنه هو يعمل توازن منع من الكلام وكان فيه كتير جدا من الناس اللي مستعدين يتكلموا ومستعدين ده النقطة الأولانية إن أنا اكتشفت إن أنا اتكلمت باسم المصريين اللي هما صوتهم شواء